هذه مقبرة تيارت في طريق الجزائر وقد غصت بالمواطنين الذين حلوا للترحم على موتاهم كتقليد من تقاليد عيد الفطر فالنساء الممنوعات من حضور الجنائز عادة يأتين بكثرة يوم العيد ضمن قوافلة من المواطنين سيلة الراحيم اليوم قعدنا استغافر والعقوبة كل عام أنتم بخير إن شاء الله هنا تختلط آية القرآن الكريم بأزيز محركات السيارات وضجيج الزائرين البعض يقرؤون القرآن بأنفسهم على موتاهم وآخرون يستخدمون قراء محترفين بمقابل يتوزعون عبر أركان المقبرة فيما لا يغيب المتسولون المحليون منهم والسوريون هذان السهرجان وفرتهم السلطات للزوار حتى يرش القبور ويسق الأشجار في محيطها كما تمليه التقاليد السائدة المياه هذا عندك وينا؟ اشتمنا اليوم اليوم يحسكوا جيريك على الزوج ويفرق فوق القبرة يرشوا قاع يرشوا حتى يريد يسير ومن بعدها يجيب صجرة ولا وردة ولا ويغرسها يغرسها كما نقوله الوردة هذي يغرسها إن كان للشرع توجيهات في أداب زيارة المقابر فإن للتقاليد تأثيرها في الواقع ترجمة نانسي قنقر